نفد أكسجين الحكومة الحالية بوصول الليلة التي لم يستطع أحد تجنب عواقبها فالكنيسة حلى نفسه تلقائيا بموجب قانونه بعد عدم إقرار ميزانية الدولة وهو أحد بنود اتفاق الائتلاف الحكومي بين أزرق أبيض والليكود ووفقا للقانون ستكون إسرائيل على موعد مع انتخابات رابعة في ظرف عامين في الثالث والعشرين من مارس المقبل للأسف لم يكن بأيدينا التوصل إلى تفاهم أو إيجاد قاسم مشترك يمنعنا من الذهاب إلى جولة جديدة من الانتخابات ويمكن الكنيسة الثالث والعشرين من القيام بمهامه نحن ذاهبون لجولة انتخابات ليست سهلة تنيه فقد كان الاتهامات لرئيس حزب أزرق أبيض بيني كانس موجها أصابع اللوم إليه بجر البلاد إلى انتخابات رابعة مؤكدا عدم خشيته منذ الانتخابات الأخيرة وقدرته على الفوز أما أعضاء حزب أزرق أبيض فقد صوبوا سهام هذه الاتهامات إلى وجه نتنياهو بعد 24 ساعة صعبة تمح الكنيسة تلقائيا بسبب عدم تمرير مشروع الموازنة وهذه نقطة مهمة دعمت الدخول بهذه الحكومة بعد ثلاثة انتخابات وفي ظل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية لكن الخيار الصعب في الذهاب للانتخابات في هذا الوقت أفضل من البقاء بحكومة غير فاعلة كثيرون توقعوا فشل هذه الحكومة في الاستمرار لأربع سنوات فالساحة السياسية الإسرائيلية شهدت انشقاقات كثيرة داخل الأحزاب والكتل لتبقى الأنظار متجهة صوب فرص نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة من عدمه أمام كل هذه التغيرات أعتقد أن ما زالت لتسار نتنياهو فرص لا بأس بها في أن يفوز بفترة ولاية جديدة لأن الانشقاقات التي تعرض لها داخل حزب ليكود في الأسابيع الفائتة هي انشقاقات على يمين نتنياهو وليست على يساري داخل حزب ليكود إذن هي ثلاثة أشهر فقط تفصل الإسرائيليين عن التوجه إلى سناديق الاقتراع وبين صفحات أيامها ستكتب عنوين جديدة وانشقاقات أخرى وتحالفات أيضا تزرع الورود خارج الكنيسة لكن الصورة في الداخل ليست كذلك فأسوأ أزمة سياسية في إسرائيل تصر على البقاء بعد حل الكنيسة واستنفادي كل المحاولات لتجنب الذهاب إلى انتخابات رابعة انتخابات لا شك أنها ستشهد معركة أكثر ضراوة في ظل تغيرات الحزبية الحالية تروت تقرأ الحرة القدس